تصنع معظم المنتجات البلاستيكية من المواد الهيدروكربونية الموجودة في الغاز الطبيعي والنفط والفحم والمنتج البلاستيكي مؤلف من بوليميرات وهي سلاسل جزيئات مرتبطة فيما بينها والبوليميرات نوعان رئيسيا أولهما المواد البلاستيكية الحرارية التي تمثل 80% من استهلاك البلاستيك العالمي ويذب هذا النوع عند تعرضه للحرارة ويصبح صلباً عندما يبرد وهو قابل للتدوير النوع الثاني يشمل المواد البلاستيكية الصلبة بالحرارة التي تصبح دائمة الصلابة عند تعرضها للحرارة عام 1950 كانت المصانع تنتج مليوني طن من البلاستيك سنوياً أما اليوم فقد بلغ الإنتاج 400 مليون طن ويدخل البلاستيك في صناعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الكثيرة لاستفدام ولكن كل عام ترمى ملايين أطنان البلاستيك في المحيطات وفي مطامر النفايات وهذه مشكلة بيئية إذ إن قارورة بلاستيكية واحدة تحتاج إلى أكثر من 400 سنة لتتفكك أقل من خمس النفايات البلاستيكية تدور اليوم والسبب في ذلك يعود إلى تركيبة البوليميرات المعقدة والتي تطرح تحديات تقنية وبيئية بارزة أمام عملية إعادة التدوير وبالتالي تكون عملية تصنيع مواد بلاستيكية جديدة أقل كلفة من عملية تدويرها فما هي الحلول؟ نذكر أولا الاستثمارات الضخمة فيما يعرف بالبلاستيك الحيوي كالبوليميرات الطبيعية الناتجة عن النفايات الزراعية والبلاستيك المتحلل حيويا بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام المواد البلاستيكية لعالية الجودة القابلة للتدوير من دون أن ننسى إمكانية فرض ضرائب مرتفعة على إنتاج هذه المادة وممارسة الضغوط على الشركات لوقف استخدام جميع أنواع الأغلفة البلاستيكية والاستثمار في مواد تغليف بديلة ترجمة نانسي قنقر